المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في أول بث مباشر لمنصة الجزيرة 360 على مشاهدين لمشاهدين على انستجرام ومشاهدية كذلك ولاحقا مشاهدين على يوتيوب في هذا البث المباشر نتواصل معكم بشكل مباشر كما عودتكم الجزيرة دائما لنتحاور معكم حول كواليس واحدة من أهم الحلقات التي أجريناها قبل ما يقرب من 25 عاما وكانت مع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الحلقة أجريت في 12 من يناير عام 2000 وكان لها كواليس وتفاصيل كثيرة لا سيما ما يتعلق بالجانب الأمني الخاص بالسيد حسن نصر الله والذي للأسف استطاعت إسرائيل أن تنفذ من خلاله وترتكب تلك الجرائم التي حصلت وتحدث في لبنان إلى الآن من خلال الخرق الأمني الحوار برنامج بلا حدود لمن لم يعرف مسيرته منكم بدأت الجزيرة تبثه في شهر فبراير عام 1999 وكان البرنامج فكرته الأساسية تقوم على أنه برنامج حواري مباشر مع صناع القرار ومع المسؤولين والهدف الأساسي منه هو أن لا يكون هناك أي منتاج أو أي حزف للأسئلة وأن يكون صانع القرار أو المسؤول سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير أو زعيم حزب سياسي أو غير ذلك من المسؤوليات المختلفة مباشرا يجلس أمام المشاهدين توجه له الأسئلة الصعبة من مقدم البرنامج وفي نفس الوقت تميز هذا البرنامج بميزة جديدة فتحتها الجزيرة لكل المشاهدين وهي أن يقوموا بإلقاء أسئلتهم بشكل مباشر لهذا المسؤول وكان ذلك من خلال الاتصال تليفونيا أو من خلال إرسال الرسائل عبر الفاكس لأن حتى ذلك التوقيت 1999 حينما بدأ البرنامج لم يكن هناك الواتساب لم يكن هناك التليفونات الذكية التي ظهرت مع الآيفون في العام 2006 لم تكن موجودة في ذلك الوقت الإيميلات كانت ضعيفة جدا لم تكن بالشكل الذي انتشرت عليه بعد ذلك وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فكان التواصل الذي يجري بيننا وبين المشاهدين كان يجري عبر الهاتف أو عبر الرسائل التي كانت ترسل بجهاز الفاكس حينما اتصلنا على السيد حسن نصر الله حتى نجري معه هذا الحوار كان عندنا مشكلة المشكلة تتمثل في الجانب الأمني للسيد حسن نصر الله طبيعة البرنامج أنه يقدم على الهواء فقلنا لهم يجب أن يكون البرنامج على الهواء مثل ما نقدمه على الهواء بشكل دائم هذه أول نقطة طلبنا منهم أيضا أن يفتح المجال للمشاهدين حتى يتصلوا بالسيد حسن نصر الله ويطرحوا عليهم ما يريدوا من أسئلة طلبنا منهم أيضا أن يكون هناك جهاز فاكس موجود مباشرة إلى جواري حتى أخذ الأسئلة مباشرة ولا يكون هناك أحد يفلتر هذه الأشياء أو يتدخل فيها ومن يرجع لمشاهدة الحلقة التي سنضع لكم رابطها سيجد أن الأسئلة كانت حرة وكانت توجه للسيد حسن نصر الله للناس من دول مختلفة كانت تصلوا حتى أن أحد المشاهدين اتصلوا واعترض على بعض ما كان يقوله السيد حسن نصر الله في الحوار فمثل هذا الحوار طبعا كان موافقة إدارة الحزب على كل الطلبات التي تقدمنا بها من الجزيرة لإجراء الحوار بلا حدود مسل مفاجأة بالنسبة لنا كيف الآن السيد حسن نصر الله شخص يعيش في مكان مختفي لا يظهر إلى الناس إجراءات أمنية معقدة وأنتم عرفتم للأسف الشديد كيف أنه تم اغتياله من خلال تسريبات أمنية أو من خلال اختراق الوضع الأمني الذي حدث فكان الحزب في ذلك الوقت لديه ضوابط أمنية عالية الزهاب زهبت إلى بيروت طبعا الحلقة كانت ستجري من بيروت وهم قالوا نحن سنحدد المكان دون أن نبلغكم به وعليك أنت كمقدم للبرنامج أن تأتي إلى بيروت ونحن سننقلك من الفندق الذي أنت موجود فيه إلى المكان الذي يتواجد فيه السيد حسن نصر الله الأمر كان معقدة أنا هنا بس أود أن أشير لشيء مشاهدين الكرامي تستطيعون كتابة تساؤلاتكم عن كل الأشياء التي نتحدث فيها فيما تعلق بهذه الحلقة وحدها في هذا البث المباشر الذي نبدأه للمرة الأولى لمنصة الجزيرة 360 على موقعها أو على إنستجرام حسابها على إنستجرام وعلى حسابي كذلك ولحقا سنبصها على يوتيوب اكتبوا أسئلتكم فيما يتعلق بالموضوع الذي أتحدث فيه وليس أي موضوعات أخرى هذا هو البث الأول لمنصة الجزيرة 360 على إنستجرام جاء المسؤولين الأمنيين في حزب الله جاءوني إلى الفندق ونقلوني في سيارة كان هناك سيارة أخرى تنتظرني على بداية المنطقة الخاصة بحزب الله في بيروت انتقلت إلى هذه السيارة ثم نقلوني إلى سيارة ثالثة ثم نقلوني إلى سيارة رابعة ثم نقلوني إلى سيارة تقريبا جلست في المقعد الخلفي لهذه السيارة وكانت مغلقة علي كأني أجلس في صندوق لا أرى شيئا لا أمامي ولا خلفي لكن كنت أسمع صوت السائق والشخص الذي يجلس في جواره قلتلهم يا جماعة أنا لا أستطيع أن أجلس في هذا المكان لأن لابد أن أرى الطريق إذا لم أرى الطريق سقالوا هذه إجراءات أمنية ولابد أنك أنت تقبل بهذا الأمر بعدما ركبت هذه السيارة التي من المفترض أنها السيارة الأخيرة التي ستنقلني إلى مكان السيد حسن مصر الله يعني زي ما بيقولوا المصريين عينك ما تشوفها للنور السيارة كانت تمشي بسرعة رهيبة جدا وفجأة يضرب فرامل أخبط في المكان الذي أمامي يعني أصابتني لوعة شديدة جدا ودوار شديد جدا وكانوا يطلعوا وينزلوا ويخرجوا ويقفوا في مكانه وبعدين يطلعوا أحس أن أنا ماشي في الشارع لكن في النهاية شعرت أن أنا بدور في مكان مربع وكل نداءاتي واستغاساتي لهم أن يتوقفوا أن يهدئوا السرعة لم يكن أحد ينصت لي ربع ساعة تقريبا وصلت إلى مرحلة دوار شديد رغبة في أن أتقيأ ما في بطني لم أعد لدي تركيز في أي شيء وخرجت إلى مكان لا أعرفه في جراش تحت الأرض ربما صعدت عدة طوابق وبعد ذلك وجدت نفسي أجلس في مكان تعلنه تلفزيون فأنا أول حاجة جاء المسؤول الإعلامي للحزب أعتقد كان الأستاذ محمد عفيف قال لي أهلا وسهلا قلت له ماذا فعلتم بي يا أخي يعني هل قصدتم أنك توصولوني إلى المكان في النهاية وأنا يعني عندي لوعة وأريد أن يعني أستفرغ أصابني صداع وأصابني دوار وكل هذه الأشياء والآخر أجد نفسي في هذا المكان عارفين وجدت نفسي فين؟ لن تصدقوا وجدت نفسي في النهاية في قلب تلفزيون المنار في قلب تلفزيون المنار أنا اعتقدت أنهم سيأخذوني إلى منطقة جبلية سيأخذوني إلى مغارة سيأخذوني إلى مكان يعني الإجراءات الأمنية فيه معقدة لأن إحنا لما جينا نتفاوض على البرنامج قضينا وقتا طويلا حتى نتفاوض على الإجراءات الأمنية من قبلهم هما لأن حسن نصر الله لم يخرج على الهواء وأعتقد أن هذا كان أول حوار يخرج فيه حسن نصر الله على الهواء ولا أعرف إن خرج في حوارات أخرى تلفزيونية على الهواء أم لا وبالتالي من المفترض أن هناك إجراءات أمنية تكون معقدة ومن المفترض أن سأكون في مكان بعيد تماما عن حياة الناس وعن أن أنا أجد نفسي في النهاية في تلفزيون المنار طبعا الموضوع كان مصار تساؤلات عندي كثيرة جدا قبل بلا حدود يا جماعة في ذلك الوقت كان مدته ساعتين نبدأ في الساعة التاسعة وخمس دقائق وحتى الساعة العاشرة وخمسة وخمسين دقيق ساعتين تلفزيونيتين لأن الساعة التلفزيونية لمن لا يعرف هي مدتها خمسين دقيق البرنامج كان موجز أن بقى مدته تلت دقائق الساعة التاسعة ثم نبدأ بلا حدود حتى الساعة العاشرة موجز لمدة ثلاث دقائق ثم نبدأ حتى العاشرة وخمسة وخمسين دقيقة في الساعة الأولى كنت تقريبا أوجه الأسئلة أنا إلى الضيف ثم في الساعة الثانية نبدأ في استقبال تساؤلات المشاهدين سواء التي كانت تأتي على الفاكس أو كانت تأتي على التلفزيون جاء السيد حسن صلى الله وسلم وجلس ودردشنا قليلا قلت له لقد فعلتم فيها خدعة كبيرة جدا شعرت أفهمتموني أو فهمت أننا سنجري الحوار في مغارة في إحدى الجبال وفي النهاية أجد نفسي هنا في تلفزيون المنار قال طبعا لا أحد يعلم أن هذا تلفزيون المنار لكن كنت مصر أن أعرف كيف سنخرج من تلفزيون المنار دون أن ترصد إسرائيل التي كان حزب الله والسيد حسن مصر الله لديهم إجراءات أمنية مشددة ألا ترصد مكان وجوده لأنها كانت تترصد وجوده وتحاول اغتياله كما نجحت بعد 25 عاما حينما قامت باغتياله قبل أيام قال سنخبرك ولكن بعد أن ينتهي اللقاء دردشنا قليلا في نقطة مهمة جدا يا جماعة في موضوع الحوار مع الضيوف هو أن تكسر حدة الحوار تكسر حدة الحوار عن طريق الدردشة حتى خارج نطاق الموضوعات التي سنتناولها من الشروط التي وضعناها لجماعة حزب الله في الحوار وحتى حينما تكلمت مع السيد حسن مصر الله طبعا نحن لا نعطي الأسئلة لأحد ولكن نعطي المحاور المحاور هي الموضوعات والأسئلة غير المحاور بشكل كبير جدا لأن المحاور الواحد يمكن أن يكون تحته أكثر من 20-30 موضوع وبعد ذلك نضع الأسئلة التي نريدها قلت لهم سنعطيكم المحاور لكن لن نعطيكم الأسئلة الأسئلة فاحترموا كل ما طلبناه حتى السيد حسن مصر الله لم يسألني لم يقل لي عن أي شيء ستسألني كان مستعدا لكي يجيب على كل الأسئلة التي كنت سأطرحها مرة أخرى أذكركم بإرسال تساؤلاتكم كتابتها من خلال التعليقات وسوف يبلغني الزملاء بالأسئلة أرجو أن تكتبوا أسماءكم وبلادكم حتى أقرأها عليكم أيضا ومن خلال الإخوة من خلال من يتابعكم من الناس يعرف السؤال من من بدأنا الحوار وبدأت الحوار في ذلك الوقت بأول موضوع كان مهم في ذلك الوقت وهو المفاوضات بين سوريا وإسرائيل أنتم عارفين في فترة أنا حينما أتكلم عن العام 1999 أعتقد أن كثيرا منكم لم يكن قد ولد بعد إذا نسبة المشاهدين التي تتابعنا تكون بين الثامنة عشر والخامسة والثلاثين فأنا أفترض الآن أن كثيرا منكم لم يكن قد ولد بعد أو كان في العاشرة من عمره لمن هم في الخامسة والثلاثين الآن وبالتالي سأقول لكم الموضوع الرئيسي في سنة التسعة وتسعين كانت إدارة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت كلينتون كانت حريصة على أن كل الدول العربية تدخل في اتفاقيات صلح مع إسرائيل وطبعا الأردن وقعت اتفاقية في سنة التسعة ستة وتسعين ودي عربة وكان العراب اللي بيقوم بهذا الموضوع كان يهودي أمريكي اسمه دينيس روس كان مستشار للرئيس الأمريكي كلينتون في ذلك الوقت وكان بيدفع كل الدول العربية أن تقوم بهذا وحاول هو أن يرتب وبدأت سوريا بالفعل تعمل مفاوضات ربما كانت مع إسرائيل وكان فيه نوع من الدفع والتقدم على أن سوريا في الآخر يمكن أن تدخل في توقيع مع إسرائيل كان أول موضوع دخلت فيه في حسن نصر الله على اعتبار أن سوريا في ذلك الوقت كانت النصير والحليف الرئيسي لحزب الله كحليف قريب وطبعا إيران كان لها وضعية خاصة ولكن كقرب كانت سوريا الوضع تغير طبعا بعد الثورة السورية وأصبح وعلاقة حزب الله بسوريا أن حزب الله هو الذي أنقذ النظام في سوريا لكن إيران أصبح لها اليد الطولة بعد ذلك في المنطقة لكن كان أول موضوع تحدثنا فيه عن المفاوضات بين حزب الله بين سوريا وبين إسرائيل الموضوع الثاني المهم طبعا سنضع لكم لينك الحلقة لمن يريد أن يشاهدها الموضوع الثاني المهم اللي اتناقشنا فيه مع السيد حسن نصر الله كان المرجعية السياسية لحزب الله لأن طبعا إحنا عارفين أن حزب الله حزب الله هو حزب شيعي جعفري لأن الجعفرية أو الاثنى عشرية كما يقال هي أحد لأن الشيع انقسموا إلى أشياء كثيرة ولكن الاثنى عشرية أو الجعفرية هي وحدة منها وهي المذهب الذي يستند له حزب الله حسن نصر الله السيد حسن نصر الله جيف نقطة مهمة جدا وأنا باعتقد إنها من الأشياء التي تجعل هذا الحوار إلى اليوم رغم أنه أجري من خمسة وعشرين عاما عايز أقول لكم أيضا على استراتيجية مهمة جدا كنا نتبعها في الحوارات بتاعتنا مع السياسيين وصناع القرار بشكل عام وستجدوها في حوارات بلا حدود وهي أساسية في شاهد على العصر هناك نوعية من الحوارات هي حوارات للاستهلاك اليومي أو للقضايا اليومية يعني الحوار ممكن يجرى اليوم لو شاهدته غدا تجد لا قيمة له لأن الأحداث تغيرت وأصبحت في وضع تريد حوارا آخر لكن في حوارات في بعض الحوارات التي نجريها بأسلوب الاستدامة أنت تعمل حوارات بأسلوب الاستدامة الحوار اللي بتجريه في سنة 1999 يبقى مستداما تعود له الأجيال حتى لو بعد خمسين سنة مئة سنة لأن دي حقائق سابتة ومعلومات سابتة لا تتغير بتغير الزمن لما سألت السيد حسن نصر الله سألته عن المرجعيتين المرجعية السياسية وعن المرجعية الشرعية للحزب وشوفوا معايا السيد حسن نصر الله قال إيه وهحط لكو حتى اللينك بتاع الكلام ده النؤمن بما يسمى بولاية الفقية وأن علينا أن نرجع في أمورنا الأساسية وخصوصا في أبعادها الشرعية باعتبارنا نحن حركة ملتزمة إيمانيا وإسلاميا إلى فقيه عادل كفء شجاع مدير مدبر جامع للشرائط كما يقولون وطبعا في النهاية قال أن هذه الشخصية كانت في السابق للإمام الخميني قدس سره الشريف كما قال كفقيه جامع للشرائط يمتلك مواصفات ممتازة والستنائية ومن بعده ارتضينا سماحة الإمام الخميني كشخصية من هذا النوع أنت تقفوا نحن نقف عند هذه المرجعية الشرعية في هذا الحوار والتي هي مرجعية أساسية لحزب الله إلى الآن تقف أمامها كثيرا لتتعرف على جوانب مهمة فيما يتعلق بحزب الله وتفكيره وعلاقته بإيران وسر العلاقة بين حزب الله وإيران الموضوع خذنا فيه طويلا ولكن تفصيلاته موجودة في الحوار وأنا باعتبر دي من أهم الأشياء التي ما قاله حسن نصر الله سقاله من قبله وسيقوله من بعده وسيقوله الجميع فيما يتعلق بالمرجعية الشرعية للحزب وكانت واضحة وتكلم عنها باعتزاز شديد ووضوح تام دون أي مواربة تحدث عن المرشد الأعلى في إيران أنه هو المرجعية وكان هذا واضح الكلام ده قاله من 25 سنة وظل مستمرا بعد ذلك وإلى اليوم وسيبقى مستمرا إلى الغد لا أعرف هل جاءت بعض الأسئلة حتى أجيب عليها أمس أجيب في الآخر على الأسئلة ولكن هذا المحور كان من أهم المحاول محور الثاني المهم جدا 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 والذي يحمل علامات استفهام كثيرة هو مصادر تمويل حزب الله من أين يتم تمويل الحزب السيد حسن نصر الله أكلم على بعض المصادر لكن فيه مصدر مهم جدا بيهمني طبعا فيه وسائقيات وحاجات كثيرة جدا لو دخلتم على يوتيوب هتلاقوها عن مصادر تمويل الحزب وقضايا مختلفة لأن الحزب أصبح أغنى ربما من الدولة اللبنانية ربما أصبح أغنى من الدولة اللبنانية وكما قلت لكم أستقبل أسئلتكم حول هذه المحاور وحول هذا الحوار تحديدا وحول ما ذكرته حول كواليس الحوار مع سيد حسن نصر الله ولكن من الأشياء المهمة التي ذكرها حسن نصر الله حول تمويل الحزب هو الخمس السنة بيخرجوا الزكاة أو عموم المسلمين يخرجوا الزكاة 2.5% لكن عند الشيعة الجعفرية غير الزكاة في حاجة اسمها الخمسة اللي على البيت 20% متخيلين 20% من التجار وطبعا الشيعة تجار معروفين وشطار جدا والإيرانيون قوم أهل تجارة وأهل كذا فتخيل كل تاجر وكل صاحب مال يخرج 20% يعطيها للحزب هذه مبلغ ضخمة هذه مبالغ حتى أنا قلت للسيد حسن نصر الله هناك بعض المعلومات تقول أن رأس المال للحزب 100 مليون دولار طبعا هو استكتر المبلغ في ذلك الوقت لكن فيه تقارير كتيرة طلعت أن الأمور بعد ذلك بعد 25 سنة وخلق 25 سنة تجاوزت المليارات بكثير ولكن قصة العشرين في المئة وقصة الخمسة قصة مهمة جدا بنقف عندها في عملية التمويل من الموضوعات الأساسية والمهمة لأثارها السيد حسن نصر الله أيضا كان لما فتحت معاه قصة الطيار الإسرائيلي المشهور جدا رون أراد لسقط الطيارته في لبنان وتم أسره وكيف أن رون أراد كان أسير أيضا لدى بعض الناس التابعين لحزب الله وروا تفاصيل مهمة جدا فيما يتعلق بموضوع رون أراد أرجو أن تعودوا لها لم أخبركم حتى الآن كيف أن الحزب لأن أنا جيت في النهاية قلت للسيد حسن نصر الله وجهت له سؤال مهم جدا قلت له يعني أنتم عقدتم حياتي في المجيء إلى هنا من خلال الإجراءات الأمنية وقعدنا نتفاوض والآخر ألاقي نفسي طالع من تلفزيون المنار كيف لإسرائيل سألته سؤال مباشر قلت له يعني إسرائيل الآن من المؤكد أنها رصدت وجودي معكم وممكن أن تقصف المكان وتقصفني معكم كذلك ولكن السيد حسن نصر الله كان وافقا من الإجراءات الأمنية بشكل يعني شديد وغير معقول في ذلك الوقت وقال إسرائيل من المستحيل أنها تعرف هذا إحنا عايزين نشوف أن إزاي هذا الوضع الأمني أتي منه حزب الله بكل قادته وبكل الإسرائيلين ودي جزء مهم جدا من كواليس الحوار بقولها لكم إحنا لو طلعنا مثلا من مغارة من المغارات أو جبل من الجبال أو من مكان مخفي أو من مكان لم أعلمه ولكن حزب الله في ذلك الوقت سنة 2000 إجراءاته الأمنية كانت عالية إلى درجة إن إحنا طلعنا من تلفزيون المنار دون أن تدرك إسرائيل إن إحنا طلعنا من تلفزيون المنار وهقول لكم في آخر هذه الحلقة السر بتاع هذا الموضوع والإجراءات اللي كان حزب الله عملها حول هذا الموضوع وكيف حدست عملية الاختراقات التي تبعتموها جميعا خلال الأيام الماضية حتى إن إسرائيل تمكنت خلال تسعة أيام فقط من اغتيال قيادات حزب الله التي ظلت أربعين عاما عصية على إسرائيل في تسعة أيام تمكنوا من القضاء على قيادات ظلت أربعين عاما خفية على إسرائيل والقوة الأمنية لحزب الله في ذلك الوقت اللي ربما كانت الدولة اللبنانية نفسها لا تمتلكها أنا الآن سأجيب على بعض الأسئلة ثم أكشف لكم السر قبل أن أوضعكم في نهاية الحلقة الآن الدكتور محمد صالح من العراق والسؤال الثاني من المغرب مصطفى من المغرب إحنا في هذا الحوار الأول في هذا البث الأول لمنصة الجزيرة 360 لمشاهديها على إنستجرام أرحب بكم جميعا أرحب بجميع المتابعين أشكركم على اهتمامكم أشكركم على متابعتكم وإن شاء الله نعدكم مع نجاح هذا البث الأول أن يكون هناك بس دائم ومتكرر ربما ليس فقط معي وإنما أيضا مع زملاء آخرين لتطرحوا عليهم تساؤلاتكم ويكشفوا لكم بعض الأشياء عن البرامج الأخرى الأخي محمد صالح من العراق أشكرك ومصطفى من المغرب أشكرك السيد حسن نصر الله حينما جاء إنسان بسيط وعلى فكرة حسن نصر الله كان بعيدا عن هذه الشخصية الجادة وهذه الشخصية الحازمة التي كانت تظهر بشكل عام زي ما بقوله المصرين دم وخفيف يعني إنسان لطيف كان بشوش وحتى في الحوار وأنا في الحوار معه تضحكنا عدة مرات لمن سيشاهد الحوار والحوار الآن موجود على منصة الجزيرة 360 وموجود على قناتي على يوتيوب لمن يريد أن يتابعه أو يشاهده في أكثر من مرة حصل ضحك طلح حسن نصر الله بتلقائيته فعنده عفوية عنده تلقائية عنده كارزمة عنده حضور عنده زكاء يحمل مواصفات للزعامة كانت واضحة لأن يجب أن نكون منصفين يا جماعة نحن هنا في هذا الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث هناك انقسام شديد جدا بسبب بعض الأشياء التي حدثت مع الثورة السورية ومع غيرها لكن أنا هنا أتكلم عن ظرف تاريخي في إطار تاريخي وأضع في ظرفه التاريخي وفي أحداثه التي وقعت دونا بشكل منصف أيضا يجب أن يكون الإنسان منصفا حتى لو كان مع عدوه فما بالك فإننا نكون منصفين مع ضيوفنا الذين نتحاور معهم وأنا كما قلت لكم أروي هذا بلحظة تاريخية صافية حسن نصر الله كان يملك من مقومات الزعامة ومن الكارزمة ومن الحضور ومن التأثير ومن سرعة البديهة من يرجع إلى الحوار سيجد سرعة بديهة سيجد ثقة سيجد أداء متسلسل سيجد قوة في الطرح وعملية إقناع أيضا فيما كان يقوله فهذه الأشياء كلها كانت موجودة لما سلمنا وقعدنا مع بعض كأننا كنا نعرف بعض قبل كده يعني لم يكن هناك شيء ولأن معظم حياة المهنية أتعامل مع صناع القرار ومع المسؤولين فمباشرة أدخل مع الشخص في حوار مباشر وفي كلام مباشر وكأننا نعرف بعضنا بعضا وهم يعرفون من خلال التلفزيون ونحن نعرفهم من خلال اللقاءات ومن خلال الأشياء فكأن هذا الأمر بيكون فيه شيء من التواصل إحنا دردشنا في أمور بعيدة خالص عن الحوار أذكر وقتيها وهو جاء متأخرا الحوار بيطلع الساعة كان تسعة وخمس دقائق أعتقد جاء قبل عشر دقائق فقط من الحوار ومباشرة دخلنا إلى الاستوديو حتى نخرج للمشاهدين مباشرة وهنا أذكر حاجة حصلت إن كان فيه مشكلة في البث أيضا حينما رجعنا في الساعة العاشرة تأخرنا قليلا على المشاهدين ولما أكشف لكم السر بتاع الطريقة البث التي اتبعها حزب الله في ذلك الوقت حتى يشوش على الإسرائيليين في رصد الإشارة والمكان الذي نخرج منه سأوضح هذه النقطة ولكن استقبلنا أسئلة من المشاهدين استقبلت الأسئلة على الهاتف وكانت السيطرة تم لي لأنهم قالوا لي لو حد دخل يطرح يعني يتكلم كلام سيء أو كلام زيء قلت لهم يا جماعة ثقوا فينا نحن نحترم ضيوفنا ولا نسمح لأحد أن يتجاوز على الإطلاق وهذا الحمد لله حصل الحلقة كانت من الحلقات الناجعة واللي حققت وقتها مشاهدات كانت عالية وكما قلت لكم كان الحوار الأول الذي يخرج فيه حسن نصر الله على الهواء لكن طبعا كان فيه غضب مني أنا من ناس كتيرين من الحزب من أسلوبي في إدارة الحوار من أسلوبي في طرح الأسئلة هم يتعاملون مع السيد حسن نصر الله بطريقة وأنا أتعامل معه شأنه شأن كل ضيف ولذلك رفضت كل طلباتي بعد ذلك لإجراء حوارات مع حسن نصر الله لم يخرج معي بعد ذلك على الإطلاق رغم أني طلبته أكثر من مرة لكن كانت المرة الأولى والأخيرة طبعا كما أبلغت بسبب الأسلوب والطريقة التي أتبعها وأنا قلت لهم هذا أسلوبي وهذه طريقتي ولن أغيرها وأنا لا أجامل أحدا وقلت لهم الراجل كان مبسوط يعني أنت بس في ناس كثير من الناس يكونوا ملكيين أكثر من الملك كما يقال وتكون لهم بعض التحفزات ولم يحدث أن التقيت مع حسن نصر الله بعد ذلك كانت المرة الأولى والأخيرة هذه إجابتي على محمد صالح من العراق ومصطفى من المغرب هل مشاهدين آخرين هل هناك أسئلة من مشاهدين آخرين أحمد الحصونة من الأردن على الإطلاق لم يطلب أحمد الحصونة من الأردن يقول هل كان السيد حسن نصر الله يرد على كل الأسئلة وهل طلب منك أي سؤال لم يطلع السيد حسن نصر الله ولا أي من قيادات الحزب على أي من أسئلتي علما بأني أعد أسئلتي قبل البرنامج بوقت كاف ويكفي أن أقول لكم أني أقضي أربع خمس أيام في تحضير بلا حدود كنت وأدخل إلى الستوديو ومعي أسئلة ضعف الأسئلة التي يمكن أن أسألها وعلاوة على ذلك في كثير من الأحيان كل ما كنت أكتبه من أسئلة كان يلقى على جانب وأبدأ في إلقاء الأسئلة من خلال إجابات الضيف ومن خلال الحوار معاه فكل أسئلتي يا أخ أحمد الحصونة ولكل المشاهدين الذين يتابعون على منصة 360 على إنستجرام وكذلك على حسابي على إنستجرام ولاحقا على يوتيوب أقول لكم لم يشترط السيد حسن نصر الله ولم يقم برفض أي سؤال أو كان يعرف أي سؤال كان يجيب على كل الأسئلة وكنت كثيرا من الأسئلة كانت أسئلة تلقائية تصنع خلال الحوار نفسه هل من مشاهدين آخرين؟ دكتور جعفر المساوي من بغداد يقول ماذا كان فحوى الأحاديث الجانبية بينكما عايز أقول للأخ جعفر المساوي ولكل المشاهدين الذين يتابعون الآن أن قناة الجزيرة منذ أن ظهرت في شهر نوفمبر عام 1996 وربما لعشر سنوات لم يكن حديث المجالس ولا حديث الناس إلا عما فعلته الجزيرة في العالم العربي وفي المشاهد العربي كنا نحن صحفي الجزيرة والعاملين في الجزيرة في كل مكان لا يتحدث الناس عن الجزيرة كان الحكومة القطرية وصفراء قطر وكل الناس في قطر في كل مكان لا يتحدثون معهم إلا عن الجزيرة فشيء طبيعي أن كانت ستكون الجزيرة هي كانت محور الكلام الجانبي في البداية وكان قبول السيد حسن نصر الله بإجراء حوار مباشر مع الجزيرة في ذلك الوقت وأن يجيب بشروط الجزيرة وطبيعة برامج الجزيرة دون أن يكون له أي شروط كانت شجاعة منه بدون شك وكانت أيضا من الأشياء المميزة وكان هذا يعقس مكانة الجزيرة ما الذي كان يمكن أن يعرضه أمنيا إلى أن إسرائيل كانت تغتال وكانت تلاحقه منذ ذلك الوقت وقبله ولكنه قبل بهذا التحدي وكما قلت لكم التحدي الأكبر هو أننا خرجنا من تلفزيون المنار وليس من مغارة في جبل وليس من مخبأ وليس من جراش تحت الأرض بعدة طوابق كما حدث في أن إسرائيل قامت باغتياله بهذه الطريقة من خلال إلقاء 83 قبلة تزين 83 طنا في واحدة ربما تكون من أعقد عمليات الاغتيال العسكري التي جرت ربما في العصر الحديث أن يتم اغتيال شخص بهذا الكم الهائل من القنابل وبهذا الكم الهائل وبهذا التركيز 83 طن من القنابل تلقى في أن واحد على منطقة واحدة مركزة من أجل اغتيال السيد حسن نصر الله والقيادات التي كانت معه أسئلة أخرى مريم من اليمن مريم أهلا بك يا مريم وبكل مشاهدين في اليمن مريم تقول هل كانت إجاباته إجابات تتوقعها أم كانت كلها إجابات جديدة وغير متوقعة في استراتيجية يعني أستخدمها في كيفية صناعة السؤال من أهم الأشياء التي يجب أن يجدها المقدم التلفزيوني هو حرفة صناعة السؤال حينما تصنع السؤال تصنعه بطريقة ما هي أداة الاستفهام التي تستخدمها ما هو الموضوع الذي تركز عليه وما هو الهدف الذي تريد أن تصل له من وراء السؤال هذه الأشياء حينما تصيغ السؤال تفكر أيضا في الإجابات التي يمكن أن يقولها الضيف ممكن أن يجيب بكذا ممكن أن يهرب بكذا ممكن أن يقول بكذا وهذا من طريقة الدراسة التي تستخدمها في هذا الموضوع كنت أستخدم هذا التكنيك دائما هو أني أتوقع ما هي سيناريوهات الإجابة التي يمكن أن تكون على السؤال إذا كانت الإجابة في بعض الأحيان كانت تأتي متطابقة مع توقعاتي بنسبة 90% في بعض الأحيان حينما تكون الإجابة غير متوقعة برضو أيضا حينما أسأل السؤال أقول لو الإجابة كانت كذا ممكن أسأل كذا لو الإجابة كانت كذا كتسلسل في الأسئلة أنت بتعمل سيناريو تام للحلقة بتدرس شخصية تضيف بشكل مباشر بتشوف حوارات لو ليه قبل كده عشان تشوف هذا الشخص كيف هو المراوغ هل هو صريح كيف تلتف عليه كيف تصبح لأن الحوار هو بمثابت كأنك في حلبة ملاكمة لا سيما بلا حدود لأن بلا حدود أنا والضيف فقط والضيف عادة سياسي صنع قرار مسؤول محترف كيف تستطيع أن تسيطر على هذا الشخص وتكون لك الغلبة من خلال تمثيلك للمشاهد وأن تطرح الأسئلة التي يريدها المشاهد معظم أسئلة إجابات السيد حسن مصر الله معظمها ممكن أقول نسبة عالية منها كنت أتوقعها وبالتالي كنت أبني عليها أسئلة لكنه فاجأني بإجابات كثيرة وأشياء كثيرة وبعض الأشياء التي توقعت أن يراوغ فيها كان صريحا فيها زي الولاء السياسي لإيران كان صريحا فيها لحد كبير جدا التمويل المالي لحزب الله حينما تحدث عن موضوع الخمس أيضا بشكل واضح أنه يشكل الدخل الأساسي لحزب الله وطبعا قصة الخمس دي فيها أشياء كثيرة للناس اللي ممكن تقرأ فيها حتى أن بعد سقوط نظام صدام قسين حدث صراع كبير في العراق بين الآيات والله وغيرهم حوالين موضوع الخمس هذا لأن بعض الناس كانوا كل واحد يدعي أنه من أهل البيت ويريد الخمس فقصة الخمس يا جماعة أنت بتكلم على مليارات لا تتكلم على مبالغ بسيطة أو مبالغ قليلة فلما تكلم عنها بوضوح أيضا لما تكلم في موضوع رون أراد المعلومات اللي قالها عن الأسير الطير الإسرائيلي رون أراد بالشكل الذي وصفها كانت المرة الأولى التي تروى فيها هذه القصة فمن حوار حسن نصر الله قال أشياء كثيرة جدا صريحة وواضحة حول هذا الموضوع من الأشياء اللي قالها أيضا في هذا الحوار أن الولايات المتحدة حاولت تتواصل مع حزب الله ولما قلت له طيب أمريكا عايزة تتواصل معكم لماذا لم تتواصلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية فقال إجابة أطلب منكم أن تعودوا للحلقة حتى تشاهدوها لأنها من الإجابات المهمة جدا التي يمكن أن تعرفوها لكن من الأشياء المهمة أيضا في الحلقة أن كان في علاقة مهمة جدا بين حزب الله وبين الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه التحديد وألمانيا لعب الدور مهمة جدا في مفاوضات تبادل الأسرة أو غرفات الأسرة التي كانت بين حزب الله والإسرائيليين ألمانيا كان لها علاقة خاصة بحزب الله وهنا في العلاقات الدولية في أشياء كثيرة جدا مهمة نحن نفهمها هو أن إسرائيل بتعادي حزب الله وتحارب حزب الله لكن بتبحث عن طرف ثالث يمكن أن يكون لها علاقة بحزب الله مثلا إذا أرادت أن تتفاوض أو إذا أرادت أن تحصل على شيء فكانت ألمانيا تلعب هذا الدور وكانت سويسرا تلعب الدور ده مع إيران قبل أن تقوم إيران والولايات المتحدة بالتفاوض المباشر بعد ذلك فيما يتعلق بالموضوع المفاعل النووي وغيره اعتراف السيد حسن نصر الله بشكل مباشر أن الولاء الشرعي لآية الله الخميني ومن بعده لآية الله خميني طبعا لم أتوقع منه أن يقول هذه الإجابة بهذا الوضوح ويقرها بهذه الطريقة التي أقرها في الحلقة هذا من الأشياء التي كانت بالنسبة لمفاجئة الوضوح التام في العلاقة مع إيران والوضوح التام في موضوع التمويل المالي بالنسبة للحزب وغيره من الأمور الأخرى أعلم أحمد الخصونة من الأردن يقول هل كان لديك أسئلة لم تسألها ترددت في طرحها أو خفت من طرحها على السيد حسن نصر الله من فضل الله يا أخي لابد أن تعرف أن المقدم البرامج الذي يخاف لا يصلح لهذا أهم نقطة يجب أن تتواجد في مقدم البرامج الذي يجري حوارات مع السياسين هي الشجاعة والثقة في النفس والقدرة على طرح الأسئلة التي يفكر فيها الناس لم أتردد على الإطلاق في طرح الأسئلة وطرحت كل أسئلتي وفتحت المجال للمشاهدين لطرح تساؤلاتهم وكنت أنا كانت السيطرة الكاملة جهاز الفاكسي كانت لجواري وكنت أنا الذي أختار الأسئلة وأطرحها بما فيها أسئلة محرجة على السيد حسن نصر الله وكذلك الأشياء التي كانت تأتي فكانت لنا الحرية المطلقة كما قلت لكم كان هناك احترام شديد لنا لم يتم فرض أي شروط علينا على الإطلاق بالعكس نحن الذين فرضنا الشروط نحن الذين اشترطنا أن يكون الحوار على الهواء ولا يكون مسجلا وقبله نحن الذين اشترطنا أن الحوار يفتح للمشاهدين قلنا نحن أعطينا المشاهد العربي ميزة لم تكن متاحة له من قبل وهو أن يطرح ما يريده من أسئلة على المسؤولين على صناع القرار على الوزراء على الرؤساء على غيرهم بشكل مباشر وهذه أيضا ستكون لسيد حسن نصر الله فرابد أن يتم توفير اتصالات مهما كان الوضع الأمني يطرح الناس عليها الأسئلة وتأتي هقول لكم برضو سر التليفونات لأن التليفونات كانت من لبنان فهقول لكم سر التليفونات كمان ولكن في آخر الحلق ولكن أرجو من الإخوة في الكنترول أن يذكروني حتى لا تنتهي الحلقة وينتهي الحوار دون أن أذكر هذين الشيئين كيف استطاع حزب الله أن يغمي على إسرائيل إشارة السطلاية لأن عايز أقول لكم البس كان بيتم إزاي قبل كده دلوقتي البس بيتم عن طريق التليفونات على الهواء مباشرة عن طريق التليفونات وعن طريق شركات الاتصالات لكن قبل ذلك في ذلك الوقت عن طريق القمر الصناعي كان يأخذ القمر الصناعي الآن الكاميرا التي تصورني تنقل الإشارة إلى محطة بس أرضية محطة البس الأرضية تنقل إلى عربسات أو نايلسات أو هوتبيرد أو أي قمر صناعي الإشارة؟ هذه الإشارة تهبت مرة أخرى عند قناة الجزيرة قناة الجزيرة تأخذها ثم تبصها عبر شارتها إلى المشاهد المرحلة دي كلها كنت بتاخد أربع ثواني يا جماعة أربع ثواني فقط لا غير فكانت إشارة معقدة إشارة بس من المكان الذي أنا فيه إلى محطة أرضية في المكان الذي أنا فيه هذه المحطة الأرضية تبص إلى القمر الصناعي القمر الصناعي يبص إلى قناة الجزيرة قناة الجزيرة تعيد البس عبر أقمارها الاصطناعية إلى المشاهدين في البيوت هذا كان البس اللي كان بيتم من المكان اللي كنا فيه واللي كان في الأخير كان مقر تلفزيون المنار اعتقد اجبت على سؤالك بشكل مباشر احمد الحصونة وهو ربما ايضا يكون سؤال متردد لدى كثير من الاخوة المشاهدين الاخرين هل من اسئلة اخرى نحن معكم على الهواء مباشرة نحن معكم على الهواء مباشرة في اول بث مباشر لمنصة الجزيرة 360 على انستجرام لمنصة الجزيرة 360 وكذلك للمتابعين انستجرام عندي ايضا للذين يتابعون انستجرام على حسابي ايضا وبعد ذلك سنبص هذا على يوتيوب وهذا البث الاولي ان شاء الله اعتقد انه حقق نجاحا كبيرا يجعلنا نكرر هذا الامر فيما بعد عندي مشاهد من السودان من؟ ازين عوض ارجو ان تعيد الاسم مرة اخرى عزام عزام العوض عزام العوض من السودان شوفي عزام انا بقول كلمتي وامشي زي ما بيقولوا بالنسبة الي انا علاقتي بكل حلقة من الحلقات التي كنت اجريها كانت تنتهي بعد انتهاء البث مباشرة لاني بكون مجغول في حوار اخر ضيف بتاع الاسبوع القادم بحضر له وضيف شاهد على العصر اللي بذكر له او حلقته طلع على الهوى او بعمل منتاج له فبالتالي لم يكن لدي مجال للتفكير او لمتابعة الاشياء لكن الحلقة كان لها ردود فعل كبيرة جدا وفي مثل هذه الحلقات التي كنا نجريها مع صناع القرار والمسؤولين وكانوا يتحدثوا فيها عن تصريحات قوية كانت تؤخذ في نشرات الاخبار في ذلك الوقت وكل وسائل الاعلام العالمية كانت تترقب الجزيرة انا اسكر رويترز وكالة الانباء الفرنسية وكالة الانباء الالمانية غيرها كل وكالات الانباء العالمية علاوة وكالات الانباء العربية وكالة انباء الشرق الاوسط في مصر او وكالة الانباء القطرية وكالة الانباء الكويتية كل هذه الوكالات كانت تترقب مثل هذه الحوارات لتأخذ اهم التصريحات كل واحد يأخذ التصريحات اللي تهمه يعني مثلا ممكن وكالة الانباء الفرنسية وكالة الانباء الفرنسية ركزوا على التصريحات التي تتعلق برون اراد مثلا او التي تتعلق بالعلاقات مع امريكا او التي تتعلق بالعلاقات مع اسرائيل بينما الوكالات الانباء الاخرى ممكن تتكلم حوالين العلاقة الشرعية أو المرجعية الشرعية لحزب الله مثلا مع إيران كانت كل وكالة علاوة على الصحف العربية لو رجعت للصحف العربية في ذلك الوقت تجد أن كل حوار سياسي مهم بيطلع على الجزيرة كان يتصدر عنوين الصحف أنا أذكر أن جريدت الحياة بشكل دائم وحتى الشرق الأوسط ومعظم الصحف المحلية الأهرام في مصر وغيرها من الصحف الأخرى كانت مثل هذه الحوارات تتصدر عنوين الصحف اليوم التالي لأن ما كانش فيه اللي موجود الآن يا جماعة أنك قاعد على موبايلك الآن وتستطيع أن تشاهد كل شيء على الهواء مباشرة وهذا لم يكن موجود في سنة 2000 لما عملنا التطور الهائل اللي حصل من بعد 2006 ربما بدأ بعد ذلك التطور اللي وصلنا ليه الآن أن كل واحد قاعد في بيته على موبايله وبيقدر يشوفه يتفرجه يكتبه يعبر عن رأيه وينتقد ويرسل أسئلة الأسئلة زمان كانوا يتصلوا على التليفون اتصال دولي على قناة الجزيرة ويقعد ربما قاعد ربع ساعة على مدوره ييجي في الاتصال يكون دفع على المكالمة أو السؤال اللي يطرحه مبلغ وقدره لأن الاتصالات كانت غالية جدا أنا أذكر في ذلك الوقت كانت الديئة ممكن تحصل دولار دلوقتي أنت بتاخد باكتج كامل ب 10-15 دولار أنا لا هو في مشاهد بيقول ما هو السؤال الذي يتود أن تطرحه على السيد حسن نصر الله لو كان أمامك الآن نحن لا نتعامل أنا لا أتعامل بشكل افتراضي مع أي شيء كل شيء بنجريه بشيء واقعي وشيء يكون أمامنا وحسن نصر الله لقي ربه الآن وهذا الموضوع طبعا لا مجل أن نقول والله إحنا كنا نتمنى أن نسأل كذا اللي كان عندنا سألناه في حينه وما كان يدور في أزهان الناس سألوه في حينه وكما قلت لكم نحن نعمل دائما على المحتوى المستدام ولذلك فإن هذا الحوار رغم أنه أجري قبل ما يقرب من 25 عاما لكن كان في ثوابت كثيرة لا ولن تتغير وستبقى من الثوابت التي تتعلق بحظب الله أو بالأحداث التي تناولناها أنا أعتقد الأخ حسن من البحرين بيقول هل كان لكم أي ضمانات تتعلق بسلامتكم لسيما وأنكم كنتم ستجرون حوارا على الهواء مع شخصية معرضة للاعتقال للاغتيال في أي لحظة الضمان من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان الإنسان بيكون على سريره وحينما يأتيه الموت لا شيء يبعده وفي ناس كتير بيكونوا قاعدين وانتم شوفوا فيديوهات كتيرة الآن بتلاقي حينما حين أجر الإنسان لا شيء يعطله عن ذلك ولابد إذا كنت إنسانا تؤمن بقدرك وبحياتك ولديك الشجاعة زملأنا اللي بيغطوا الحروب حواليهم القصف في كل مكان بعض الناس أنا غطيت حرب في أفغانستان لمدة ثلاث سنوات غطيت الحرب في البوسنة والهرسك وغطيت الحرب في العراق في الفلوجة كان القصف حوالي من كل مكان والناس تتساقط لكن لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني عمرا وبالتالي لا أحد يموت عمره ناقصا ولا أحد أنت تخرج من بين النيران طالما لك عمر وانت بتشوفوا كل هذه الأشياء تحدث عمق الإيمان لديك لابد أن يكون قويا جدا في أن لن يعني السيد حسن نصر الله والقيادات التي كانت معه هل كانوا يعتقدون وهم في اللحظة التي تم اغتيالهم فيها أنه تم رصد مكانهم وأن إسرائيل أرسلت طائرات تحمل 83 طن من القنابل حتى تقصفهم في هذا المكان وكانوا على عمق كبير جدا ويعتقدوا وأكيد درسوا أن القنابل والصواريخ التي تملكها إسرائيل وهي الخارقة التي تقوم بالتدمير لا يمكن أن تدمر المكان ممكن لو إسرائيل أطرقت صاروخ أو اثنين لا تصل إلى المكان الذي يوم فيه ولكن إسرائيل لم تطلق صاروخ أو اثنين إسرائيل أطلقت 83 طن من القنابل وبالتالي حان أجلهم في هذه اللحظة فكان هذا سببا لمقتلهم ممكن إسرائيل تسقط عليه 100 طن من القنابل ولكن لهم عمر فلن يستطيع أحد أن يقبض عمرهم قبل أوانهم ولذلك لا بد أن نكون على إيمان تام بأن القصة ليست قصة قنبلة ألقية أو مقذوف أصيب أو غيره القصة هي قصة عمر وقدر بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذه كلها أسباب سواء لنجاة الناس أو الاستشهاد هل من أسئلة أخرى أم أنا قلت لكم السؤال هنا ما أعرف اسم المشاهد اللي طرح السؤال ولكن بيقول لماذا لم تأتي بالسيد حسن نصر الله شاهداً على عصر كما قلت لكم بعد هذا الحوار الذي أجريته مع السيد حسن نصر الله أغلق الباب أمامي بشكل نهائي على أن أجري معه أي حوار آخر يعني سواء في بلا حدود أو في شاهد على العصر كان فيه خلاص فيه شطبه علي أن أنا أجري معه أي حوار آخر فتواصلت عدة مرات وأنا لا ألح على أحد من المنهجية الأساسية التي أنتهجها في حواراتي مع الناس أني أطلب الحوار مرة مرتين اعتذر الدفع هما لم يعتذروا لم يقول هو يرفض على الإطلاق ما رفض طلبي على الإطراق ولكن لم يأتيني جواب إيجابي وبالتالي اعتبرت الموضوع وأحد من الناس القريبين طبعاً من الحزب قلت له يا أخي شوف لي الموضوع عشان ما أكررش الطلب مرة أخرى فشعرت أن الحوار الأول جعل بعض الناس تضع X على أن أجري أي حوارات أخرى لأن كل ما فرطته لإجراء الحوار تم قبوله لم يعترضوا على شيء لا سيما حريد طرح الأسئلة وغيرها من الأمور ربما أغضب هذا بعض الناس فحاله بيني وبين إجراء أي حوارات أخرى مع السيد حسن نصر هل من أسئلة أخرى أم أكشف لكم الآن سر أنا سأكشف لكم السر الآن لأن أيضاً أعتقد كنت محدد وقت لهذا الحوار وامتد الوقت إلى أكثر من الوقت الذي كنت أجري معكم ثم مرة أخرى أكرر الشكر والتقدير لكل المتابعين الذين تابعونا على منصة الجزيرة 360 على إنستجرام وكذلك على حسابي على إنستجرام والذين سوف يتابعونا على يوتيوب بعد ذلك سأكشف لكم سرين السر الأول يتعلق بمكان البف وهم أخبروني به بعد ما أجريت الحوار قلت لهم يا جماعة بعد كل هذا خركت مع السيد حسن نصر الله من تلفزيون المناهر توقعت أن أخرج من مغارة أو من مكان تحت الأرض بمئة متر أو غيرها من الأشياء الأخرى وبعدما لوعني السائق الذي أخذ يطلع ويخرج وينزل ويطلع من سرديب كأني في الآخر أدخلني إلى السرداب الذي لا يمكن أن أخرج منه فقالوا لي وقتها ودي حاجة ربما يعرفها خبراء البث أكتر مني قالوا لي نحن خرجنا بإشارة البث إلى القمر الصناعي الذي سينقل المكان بتلات إشارات من ثلاث أماكن مختلفة غير هذا المكان فإذا أرادت إسرائيل أن تقصف المكان الذي يخرج منه السيد حسن نصر الله ستضطر لقصف أربع أماكن حتى ترصد المكان وده كان ترتبنا على أساس أنهم في النهاية إذا فكروا في هذا الموضوع يترددوا فيه لأن قصف أربع أماكن وأعتقد أن الأماكن كلها كانت أماكن ربما تكون آهلة بالسكان الحاجة الثانية كانت تتعلق بالتليفونات لأن التليفونات لمن يرجع ليشاهد الحلقة كانت تليفونات من لبنان كنا عاملين للمشاهدين اللي من خارج لبنان يتصلوا على رقم والمشاهدين اللي من داخل لبنان يتصلوا على رقم الأرقام دي كانت لهواتف موجودة أظن هاتف كان في طرابلس على عاما أعتقد وهاتف تاني كان في منطقة في البقاع أو منطقة بعيدة جدا وكذلك رقم الفاكس كلها كانت أرقام بعيدة تماما عن المكان اللي احنا فيه بعشرات الكيلومترات الإجراءات الأمنية للحزب كانت قوية في ذلك الوقت والحزب كان متميزا بإجراءاته الأمنية المعقدة للغاية كيف تمت عملية الاختراق التي تمت لهذه الإجراءات الأمنية حتى إن إسرائيل استطاعت أن تصطاد شخصيات بعد أربعين عاما من عدم قدرتها على استياضها أربعون عاما وإسرائيل تحاول أن تغتال هؤلاء الذين اغتلتهم وفي النهاية خلال تسعة أيام قامت باغتيال أشخاص فشلت طوال أربعين عاما في رصدهم وفي الوصول إليهم واغتيالهم هذه ستبقى علامات استفهام كثيرة جدا آمل من خلال هذا الحوار المباشر الذي أجرناه معكم مشاهدين الكرام عبر منصة الجزيرة 360 أن نكون قد كشفنا لكم بعض الكواليس الهامة لهذا الحوار التاريخي الذي أجرناه مع السيد حسن نطر الله نطلب منكم أن تقوموا بإنزال تطبيق الجزيرة 360 عبر أجهزة الموبايل متاح مجانا الاشتراك مجانا مشاهد التراث الجزيرة كل ومنصة الجزيرة 360 ستجدون عليها كل الحلقات التاريخية والبرامج التاريخية للجزيرة التي ليست موجودة على أي منصة أخرى ولا حتى على يوتيوب وموجودة كاملة دون أي قص أو أي علاوة على أكثر من عشرين برنامج جديدا تبصها المنصة أيضا وكذلك يأتيكم كل سبت شاهد على العصر على منصة الجزيرة 360 ما عليكم سواء تقوموا بإنزال التطبيق وتفعيل الاشتراك فقط بالإيميل حتى تصلكم كل الأشياء التي تتعلق بالجزيرة 360 مرة أخرى هذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من منصة الجزيرة 360 حتى ألقاكم في بث مباشر آخر مرة أخرى لأكشف لكم مزيدا من الكواليس أحييكم وأنقل لكم تحية فريق البرنامج الحقيقة لإنجاح الحلقة فريق كبير من المشاهدين من الجزيرة من الزملاء من الجزيرة 360 لو قلت لكم أن هناك وراء الكواليس أكثر من 15 شخصا يعملون من أجل إيصال هذه الحلقة إليكم أشكرهم جميعا على تعاونهم على الجهد الكبير الذي بزلوه على هذه التجربة الجديدة التي تبث للمرة الأولى مرة أخرى أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته